إذا لم تكن على دراية بكتاب القص المعمداني غاري تشابمان لغات الحب الخمس سر الحب الذي يدوم فإليك تفاصيله هناك خمس لغات حب متميزة اللمس الجسدي وكلمات التأكيد وتقديم الهدايا وأعمال الخدمة والوقت الجيد كل واحد منا لديه لغة حب أساسية واحدة وربما لغة ثانوية إن تعلم إدقان لغات شريكك أمر بالغ الأهمية لسعادتك الزوجية لا شيء من هذا مفيد الأشخاص القادرون على إعطاء الحب وتلقيه يجيدون اللغات الخمس جميعها بالإضافة إلى العديد من الطرق الأخرى التي يمكن للناس من خلالها التعبير عن الحب مثل الدعم الهادئ ومعاملة بعضهم البعض باحترام والدفاع عن بعضهم البعض وحتى المغازلة دون لمس المشكلة في فكرة لغات الحب الخمس هي أنها غامضة وواسعة من الناحية المفاهيمية مثل النصائح مثل حاول أن تكون لطيفا مشكلة أخرى تتعلق بلغات الحب الخمس هي أننا جميعا يمكن أن نتخيل مقابلة شخص ما ولقوع في الحب ثم يا هلا نكتشف أننا نتحدث أعمال الخدمة بطلاقة لكن البحث الذي استشهدت به صحيفة واشنطن بوست أشار إلى أن الأشخاص الذين يتلقون تعبيرات عن الحب بأي شكل من الأشكال يشعرون بمزيد من الرضا في العلاقة وإليكم سبب نجاح ذلك عندما يتم تعامل مع الأشخاص القادرين على إعطاء الحب وتلقيه بطريقة محببة من قبل شخص يحبهم فإنهم يشعرون بأنهم محبوبون يمكن لمعظمنا أن يتخيل النتيجة الطبيعية أن تتم معاملتنا بطريقة غير محببة من قبل شخص لا يحبنا ممن يؤدي إلى شعورنا بأننا غير محبوبين ولكن ماذا عن الشخص الذي يعاملنا بطريقة محببة على الأقل في بعض الأحيان لكنه لا يحبنا حقا ألم نكن جميعا في علاقة تلاعب حيث يقول هو أو هي يا عزيزي أن تعلم أنني أحبك ولكننا نعلم أن هذه الملاحظة تقال فقط للحصول على شيء ما تحقق مع نفسك البعض منا يخدع نفسه بسهولة خاصة عندما نكون ضعفاء يحدث هذا غالبا بعد الانفصال أو الطلاق عندما نكون وحيدين ومحتاجين قد لا يكون الأمر أن شخصا ما يستغلنا ربما هم أيضا يشعرون بالوحدة والمحتاجين ويريدون شخصا بشدة لدرجة أنهم يخدعون أنفسهم تماما كما فعلنا وهنحن نعيش سنوات في علاقة غير مرضية على الإطلاق في مكتب المعالج يحدث هذا الموقف على النحو التالي سين هل تعتقدين أن شريكك يحبك حقا جيم أوه نعم سين كم من الوقت مضى منذ أن شعرت بالحب حقا جيم صمت طويل يتبعه دموع سواء كنت ملتزما أم لا يمكنك ابطاء وتقييم علاقتك العامة من خلال طرح الأسئلة التالية إذا عملني شخص آخر بهذه الطريقة هل سأتحمل هذا هل أستمتع بالعلاقة هل أنا سعيد هل أشعر بالحب هل هذه هي الطريقة التي أريد أن أقضي بها حياتي في هذه العلاقة وأشعر بالطريقة التي أشعر بها من خلال الإجابة على هذه الأسئلة فإنك تبحث داخل نفسك عن من تشعر به بدلا من تقييم الشخص الآخر بناء على ما تعتقد أنه يشعر به الحقيقة القاسية يقودنا هذا إلى حقيقة قاسية وهي أننا في بعض الأحيان نحن في بعض الأحيان يحبنا شخص ما ولكننا لا نشعر بذلك حسنا ليس فقط أنه من المستحيل بالنسبة للتحكم في مشاعر شخص آخر بل لا أستطيع التحكم في مشاعري أحب من أحب ولا أحب من لا أحب في النهاية ليس علينا أن نتعلم لغات الحب الخمس لكي نقيم علاقة رائعة أو نكتشف ما هو الخطأ ونحن نعلم طالما أننا صادقون بكل تواضع ومؤلمة مع أنفسنا متى نشعر بالحب ومتى لا نشعر بذلك ونعلم أيضا متى لم نعد نشعر بالحب تجاه شخص آخر ومتى قد يحين الوقت لترك العلاقة المعيار في أي علاقة ناجحة هو أنكل الشريكين قادران على قدم المساواة على إعطاء وتلقي الحب ليس فقط بخمس طرق ولكن بكل الطرق الممكنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر